انا هادث لو بنا تشوف الجوني التاني تشوف اول ما الراجل استلم الكورة لمسة تانية وحجازي فتح رجله ما جابهاش وتمزل ليه مقدرش كمان بالزبط وجوني الاول برضه عشان فارق السرعة هو حاس ان مش هيجيبه هو كان عايز يقطع الكورة قبل ما تطع هو المفروض منعم كمان ما يطلعش من القلب رقم واحد رقم اثنين حجازي نزل الجوني الاول برضه كتبتحت كروسة بتعمل من ناحية حمدي كروسات كتيرة اقوى طلعتنا من ناحيتنا من ناحية شمال جوني برضه الاول جي حمدي ما قفلش ما عمدش بلقه على الراجل كروسة طلع طب تمام كروسة طلع بفروض يبقى فيه ماسك يعني ولا حجازي ماسك ولا منعم ماسك الراجل وسطه وسط الاثنين بفروض يبقى فيه كلام الخبرات اللي موجودة حجازي مع عبد المنعم يكمل مرشاط الحجازي العيبة لازم نكلمه ارجع خطوة امسك الراجل دايما ماسك الراجل عشان الكروس واقف راجل الستراكل او حراك شفت الجون واقف بين السردباكين ايوا صحيح فتعملت كروسة راجل راحاتتها جو بالذات كروسة طلع مفيش مانع كروس وكمان مفيش ماسك جوات 18 بالذات يعني زي ما بقول دايما المهم او السردباك يعرف يمسك ده مهم ده رقم واحد طب اي اخطاء مدير فني ولا اخطاء لعيبة يعني التمركز اللعيبة تواجدهم بشكل عام في المناطق الدفاعة والهجومية اللي شفناه النهاردة من وجهة نظرك لانه الاستاذ خالد داندالي قالك احنا عندنا اخطاء هو اكيد يتحدث عن اخطاء في الملعب يعني مفيش اخطاء تاني يعني هل دي اخطاء لعيبة ولا اخطاء مدير فني سواء في شرح الخطة او التكليفات او حتى التشكيل كنت بتحطى هو دي محتاجة مدير فني مساك مش عارفت مسك الفارود مال مدير فني فش محتاجة مدير فني والرقم واحد الكروس بيطلع ما تمنع كروس دي محتاجة ايه هقول لك ده يعني لو جبت يعني ولد صغار في الناشينة يبقى فهمك ده ما ما فهاش كلام بلوك ومسك الداخل التمنتاشن ما فهاش كلام ده بقى ده بيجي بايه سرحان العيد ثانية اعتمد ان الكروس بتاع الراجل مش هيطلع مزبوط لا انت بتلعب منتخب ليفل يسمح ان كل كل لعابة اللي بتلعب قدامها لعابة عندها شخصيات هعرف عد الكروس من فوق كابتن متح تروح لكابتن شوق يجيبها جون فانت هنا مش متخيف انت هنا بتعمل بتفضل وقف متفرج على الكروس ده هيغلط فهيطلع هيجي الكروس عندي فانا هطلعه لا الكروس يسال او ان انا عدي من فوقيك لكابتن متح تجيبها جون ده اللي حصف ماتش ناجيريا بالظفط كده هدف الاعادة جيه عند راجل تلا طيب احنا مطلع